كورت القادم الرياضة الأكثر شعبية في العالم والجماهير يعشقوا في هذه اللعبة وعلى مدرس السنوات المدراجات كانت دايما تطور وتجيب الأفكار جدد والإبداع وفي الفيديو تعليون إن شاء الله رح نحكي فيه على نوع المجموعات اللي جازوا في تاريخ مدراجات كورت القادم وأول مجموعات في العالم والوطن العربي صلي على النابي ونبدأوا في سنة 1880 بدأت تبانو واحد المجموعة والفئام الأنصار يتميزوا بحاجة واحدة واللي هي الشغب سموهم الهولينغانس بانوا هذه الجماهير أول مرة في قلب الإنجليز وانتشرت الظاهرة هذه في البلدان اللي قرب الإنجليز وكان كل فارق عنده جروب هولينغانس كما فارق تشيلسي توتنهام ليفربول والأرسونات وكامل البريمير ليج مالغري كانوا يلعبوا فيه أفضل لجوارب صح الناس كانت دايع لهم ضراعيان على جل الشغب وكانت كل ما يكون ماتش كبير دايما كان المشاكل ومضربت يستكرو يدخلوا فيه فايت نهاية الهولينغانس كانت مور كارثة هيسيل اللي راحوا ضحايا تساو ثلاثين واحد واغلبهم الطاليان المهم هذه المحاة صغيرة على الهولينغانس واللي كانوا جمهور تحشى غبرك وميتميتش بالإبداع نزيدو نطلعوا شوية في 1899 في بلاد المانشن هونغاريا بانوا واحد الأشخاص يحبوا الفارق ديالهم ليش فراد يسيف بدأوا يجمعوا في الأعضاء ويعطوا لهم بطاقة إنخيرات بان يشجعوا الفارق ديالهم كيف كيف بسح ما طولوش وما بان عليها والو ندخلوا عشرينات القرن العشرين بالضبط في الأرجونتين ظهرت مجموعات تشجيع ديالهم بشاغف اسمها بارا برافا بالصح هذه المجموعات كانوا يشجعوا بطريقة عشوائية وبستيل القديم والهدف تحهم وما يتيروا على الجمهور فارق المنافس ويسبوهم يديروا الشاغب ويتيروا القرع والبلوك والسطط تقريبا عندهم شوية من عقلية الهولينغاز والحد الآن هذو اللي ذكرتهم تقدر تكون مجموعة عشوائية في 1939 في البرازيل بالضبط في حيموكا بمدينة سان باولو تنشأ أول مجموعة جماهيرية منظمة معروفة بالتورسيدا واسمهم كتورسيدا اونيفورمي زادا دو ساو باولو مانتها مشجعوا ساو باولو بزير رسمي كان أول باشاش لها في 1939 كما تبينت صويرة ومن أول ماتش وحده اللون وكانوا لابسين تيشرت بيض في الوسط دياله وكان شعار فارق ساو باولو والتورسيدا ما تختلفش بزاف على الالتراس وتعتبر هي عميد الحراكية عندهم بزاف نقاط تشابه اللي هما دايما يسي يجيبوا الأفكار والإبداعات جدد تيفوات والكراكاج مالغيري تورسيدا ما ديشت بزاف تيفوات والتشجيع الفارق رابح ولا خاسر لانيماسيون لميساج الدفاع الفارق والديبلاسمو يخرجوا لبرودويا ويتإلمينه كي تسرق ويتقلب البش دياله بس عندهم نقاط اختلاف الالتراس ما فيهاش طبقية كامل كيف كيف بس حالتورسيدا فيها طبقية فيها رئيس ونائب رئيس وهي رايحة وبالنسبة لتمويل الالتراس يكون تمويل ذاتي عن طريق بيع منتوجات الالتراس والانخيرات بس حالتورسيدا زيادة على هذه المدراهم نراكم تعرفوا كيف امريكا اللاتينية تجارة الكوكاين المخدرات وزيد يدعم الحملات الانتخابية بالمقابل وهو من اللي حاكمي المارشين وارت علي تيكي هذا هو الفرق بين التورسيدا والالترا كاين بزاف ما كانوا يفرقو دو كان رمامو يفرقو ومبات في الربعينات زادت منتشرت في كامل بريزيل وما ضم الفورق ولو عندهم تورسيدا ديالهم احتاجها عام 1950 وهو العام اللي راح تنضم فيه كأس العالم وين في البريزيل العالم شاف ثقافة تشجيع هذه ومبهروا منها شافوا الجمهور ومنضم واحد اللون يديروا في الانيماسيون والبوج ويغنوا كيف 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 وزيد يديروا في الكارنفال مملكة يوغسلافيا كانت مشاركة وكما تعرفوا مملكة يوغسلافيا هذا الوقت كانت ضم جمعة من بلدان اللي منها كرواتيا البوزنة سربيا سلوفينيا ومقدونيا المهم جمعا مشجعين فارقة هاي دوك سبليت الكرواتي والتنسبيرا من التورسيدا البرازيلية عجبتهم الفكرة وفهموا المبادئ وفي اكتوبر 1950 يتأسس اول جروب منظم في اوروبا تورسيدا سبليت يسي بورتي فارق هاي دوك سبليت الكرواتي اول باشاش لهم كان في الفينال كونتر راد ستار بيليغرا اللي يربحوها بواحد زير وقبل الماتش بقى يتيروا في الفيزي ويصفروا في الوثالة على الفريق المنافس وملتم بدأت الشعبية تزيد وبدأوا يتعرفوا كثر وكثر وكانوا يتميزوا شوية بالعنف ديالهم اكبر كراكاش في العالم كراكاش هداكا في 2020 احتفال بعيد ميلاد المجموعة السبعين كرواتيا كامل شعلت ليسينيال ليف لامكان وغيرهما حاضرين في ديك الليلة كما راكم ترون في الفيديو وفي اوروبا كامل يحترموهم خاطر شوما اللي يدخلوا ستيل تشجيع المنظم القاررة ومراها بعد الكارثة الجوية للسو بيرجا في عام 1956 تأسيت جمعيات مناصيري النادي تورينو كالهدف ديالهم هو تنظيم الرحالات والديبلاسمو ودفاع لحقوق الفارق وكانت تنهى الظاهرة عند الانتر والاتسيو ودوك الحقنال الصح اللي يراكم كامل تسنو فيه في عام 1968 في ايطاليا تتأسس اول رابطة التراس في العالم واللي هي لفوسا ديليوني إلتراس سيبورتين نادي العارق قاسي ميلون تأسيت هذا الإلتراس على عيد شباب متطرفين كانوا يقعدوا في الكورفاسود في المنحدة الرقم 18 في سانسيرو والاتجاه السياسي اللي كانوا يمثله هو الاتجاه اليساري عكس باقي لإلتراس على كورفاسود ميلانو ومراهب عام تأسيت الثاني إلتراس واللي هي بويس سان مشجع على النادي الغريب انتر ميلان وفي نفس العام زادت تأسيت تيتو كو كياروني المشجع على النادي سامب دوريا وهي اللولا اللي كتبت إلتراس في البنش ديالها ويقولوا باللي هما اللولين في العالم اللي دخلوا هاد ستيل بالصحف الكتاب تعني لفوسا ديليوني كتبوا فيه باللي كيتلاقاه وفتحوا هاد القروب كانوا حابين يخلطوا بين ستيل تروسيدا و ستيل تجال انجليزي وكريو منفو مو جديد هو الالتراس والالمتطرفين وبدأتنا تأسر طايره الالتراس فأوروبا وفي كامل العالم والت철ية واللي الالتراس قوين ومعروفين كما الالتراس دورتمود المشجع على دورتمود المشجع على نادي بورسيا دورتمود والالتراس سور المشجع على نادي الملاكيا ريال مادرאת والالتراس فيكينج المشجع ليوفي دوقانا هدريبل حركها و acompanGH reconstruction وmistو بتحديد شمل إفريقيا يقولوا ببعض المصادر دراغون 03 saider سامة الأسبوعين تعرضت للقمع من طرف رئيس البلاد مع مل قذافي بصامة كاش دالية لولا وقبل القرن 21 كان زوج مجموعات برك اللي معترف بهم وكملوا في الموفمو اللولا هي مجموعة او جروب ميلانو المساندة الاتحاد العاصمة تأسد في عام 1993 من محبي النادي سموها ميلانو على الجال نفس الالوان روسو نيرو كانوا يدي بلاسيو مع الفارق ديالهم والفيراج العاصم اللي يعتبر اول فيراج في افريقيا كان يذهب اغاني جروب ميلانو اللي يعتبر الاول سكول في الافريك وبزاف تنسيروا منه والدول اغاني ديالهم والجروب الثاني هو جروب سيبورتور تابع النادي الافريقي التونسي معروف باسم افريكا وينر الجروب اللي ما زالوا الان يخدم تيفوات والكراكاج الانيماسيوم والديبلاسي جروب غاني عن التاريف وحسب بعض المصادر اول جروب كتف في البش دياله اولتراس هو اولتراس مكشخين اللي سيبورتي نادي تارجي التونسي وكان هو اللول في الحركة وموراه الالتراس دخلت لمغرب في 2005 وكان اختلاف شكون هي اللولا لمهين ما كان ربع اللي هما لوس ماتادوريس والغرين بويز والوينرز والتراس عسكارير ريبات ودخلت الحركة التزير في 2007 مالغرين فكرا كانت قبل واللهولين هما الميجا بويز والفرديليوني وكان اختلاف شكون فيهم اللول وموراه دخلت المصر عن طريق الألتراس زى مالي وايت نيتس وموراها إلتراس أهلاوي في ليبيا كين إلتراس الجزارة وفي موريطانيا كين إلتراس المورابيطين وفي السودان كين البلوليون الإلتراس في شمال إفريقيا مالغري تتعرض للقمع بسهة ثميز بالإبداع ديالهم والشاغف الجماهير وحبوه لكورة القادم وتجاه فارقهم ودكن روح القوانين والقواعد اللي لازم يلتزم بهم عضو الإلتراس ومبات السلبيات الموهم القانون اللوي تجاه 90 دقيقة وفي حالة الربح ولا الخسارة وعدم التوقف ولا الجولوس لازم تدي بلاصي مع فريقك مهما تكون حول وتسيه تحضر أكبر عدد من الليمات وباين لازم تريع في الكورفا ولا الفيراج للمنعرج كما يسموه هو مكان الزاوية العمية خاطرش هي مكان جولوس طبقة الفقيرة والمتوسط خاطرش تذكر خاصلت والإلتراس تدير كراكاجات واللي يعطي تصويرها شابة في الكورفا وتدير تفوات بأنواحها كوريغرافي وأنتيغرا والترواضي وكين تفوات مستفزة ومرعبة الجماعير الخارج كما تفو كورفا سود ميلانو كونتر نابولي وتفو تبرس فيه شخصية تاريخية النادي ولا المدينة كما تفو غروب ولاد البهجة للبحر الجزائري الرئيس حميدور ربي يرحمه وتفو سياسي كما تفو كورفا سود الراجع في الداربي كازا وتفو يمتحو فيه مدرجهم كما تفو فيراج سود مولوديا وكين بزاف أنواح وكين بزاف على بلهم باليراني يسحيح وما تاني خموها سيخافوا يعترفوا المهم أول حاجة السلبية كي يكون كتر من إلتراس في الكورفا 90% راح تكون مشكلة خطر معظم وأغلبية لإلتراس يحبو هما اللي يتحكموا في الفيراج في المدينة يحبو يلقى وغير اللي يطاك تاوحهم وبلا ما تروح بعيد غير في أكبر كورفا تشمل إفريقيا راح صاري هاد المشكل الحاجة الثانية الشاغب وحوادث القتل للإصابات البالغة مثلا كي دي بلاسي ولي سي بورتر متشحنين ولا سرقة باش ولا إي طندر كين بزاف يقولوا الجمهور العادي وسببها بالصح والله العظيم غير في أغلب الأحيان الإلتراس هما اللي يديروا المشكل والفتنة والسبب آخر كين عيباد المخلوعين ولا البهالي السموهم كما تحبو يحبوا الإلتراس والمجموعة على فريق تاحهم وتلقاه يروح للصطاد ولا هدرتوه غير على الإلتراس مميهم وش كامل فارق والحاجة الأخرى الإلترا وعضو الإلترا حاجة عادية بزاف والأفكار تاحهم ماشي الحاجة هذي كلي هاربة هاربة صح تطبيق وعر بصال معاونا تغلب السبع كي تكون بزاف تقدر تطبقها الأفكار عاديين يقدر كي يكون حاكمك الفيدمور 12 تعليل يجوك الأفكار يجوك أفكار تعتيفوات ومساجات واختباسات والله الخير من تالي إلتراس مثال مشكلة في ليباش فيسبوك يبقى وغير يقنعوهم بالإلتراس كي تكون زعمة من في إلتراس حاجة هاربة ولازم تكون هاربة 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 هي جوك الأفكار انتبلي ربي رأكم كبار على باش تأمنوا هذه وفي الأخر حنا كامل نحبو كورة القادم وشاغوه فيه بزاف هذه اللعبة ونحبو فارقنا ونحبو المنعرج ديالنا ونطلعوا تيفوات ونديروا كراكاج ونعيشو الشاغف وننساوهمهم بالدنيا وكي واحد يحب ينضم الكاشغروب سي بورتر ولا أنا ما قدر نقول لك وروح لإمام ليتثيق فيه شرح له يسقسيه المهم هنا يكون خلاص الفيديو تعليوه قدرت فيه كامل تاريخ تطور الجماهير الكراوية إذا عجبك الفيديو أبوني لاشين وبرتاجي مع أصحابك وقولنا أما فارق سي بورتي ومن تعمي له كراويين وفي الأخر نقول لكم صلوا عن نبي لا تنسوا صلاتكم وطاعة الوالدين وما الصحفة الدنيا الفانية إن شاء الله نتلقى في الجنة والسلام